السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدرسة القيروان نموذجية رحب بكم عزائي طلاب الصف السابع في مادة اللغة العربية الآن عزيز الطائب نستكمل في الوحدة التاسعة والوحدة الأخيرة في منهاج اللغة العربية للصف السابع التي بعنوان حكايات ونوادر نستكمل اليوم إن شاء الله المعجم والدلالة والفهم والاستعاب حل التدريبات صفحة 114 و 115 و 116 أتمنى فتح الكتاب والتركيز معي جيدا السؤال الأول وهو أضف إلى معجمك ما يلي ضيعة هنا بمعنى قرية صغيرة توقه وعانقه وضمه إلى صدره وأحاط به كالتوقي ناشده أقسم عليه اللجام الحديدة التي توضع في فم الحصان التقلقل الاضطراب جواد مطهم حصان حسن وجميل نأتي الآن إلى السؤال الثاني وهو فرق في المعنى بين الكلمتين اللتين تحتهم وخطن في كل مما يأتي ألف أدرك أحد الخدم المازني وأمسك ممتاز لحق به أدركت أسيلو مغزر قصتي ممتاز فهمت أو وعت نأتي إلى الفرعباء عز على المضيف أن يركب المازني حماراً صعبة ممتاز عز الكريم بين الناس بخصاله ممتاز ذرب أو انقض عليه قال نائل أنا أهوى قراءة قصص قصص المغامرات ممتاز أهوى بمعنى أحب أحسنتم نأتي إلى السؤال الثالث استخرج من النص الكلمات التي تعني كلاً مما يأتي ألف ركوباً الحركة الشديدة بالفقرة الثالثة الزعزعة أحسنتم رائعين استنتج من الصياق معنى الكلمة التي تحتها خط في كل مما يأتي ألف أشار المضيف إلى جحشاً قمئاً لا سرج عليه ولا لجام له صغير أو حقير أحسنت انحدر المازني عن ظهر الحصان سريعاً نازله أو سقط أحسنتم نأتي إلى السؤال الخامس عد إلى أحد المعاجم المتيسرة لديك واستخرج منه معنى الكلمتين الآتيتين وثبتاً وسرج طبعاً عزيز الطالب هذا السؤال يترك لك ولكن وثبتاً معنى الإنقضات على الشيء أو قفزة سرج ما يوضع على ظهر الفرس أو الحصان وهو مصنوع من الحديد أو الجلد نأتي الآن عزيز الطالب إلى حل الفهم والاستعاب صفحة 116 أتمنى فتح الكتاب صفحة 116 التركيز معي عند الحل السؤال الأول ما الغرض من وجود الخيول والبيغالي والحميري في المحطة من أجل تحميل الناس من المحطة إلى أماكن سكنهم وعملهم أحسنتم السؤال الثاني لماذا طلب المازيني سلماً؟ أراد أن يصعد فوق ظهر الحصان لأنه كانت عالية أحسنت رائع السؤال الثالث صفحة المازيني ومشاعره وهو على ظهر الحصان وبعد أن نزل عنه وهو على ظهر الحصان كان خائفاً يحس بأن أمعاءه ستتقطع يبحث عن أي شيء يمسك به وصار ينادي من حوله لكي يوقف الحصان وهو على الأرض أحسنت أحس بالثبات وعدم الرغبة من القيام أو في القيام نأتي للسؤال الرابع كيف أكمل المازيني طريقه إلى ضيعة صديقه؟ على ظهر الجحش قمع يعني جحش صغير أو حقير السؤال الخامس حدد موقفاً أعجبك في النص طبعاً يترك الإجابة إليك عزيز الطالب السؤال السادس ضع دائرة حول الموقف المستنكر في هذه القصة أولاً استعمال الخيل والبغال والحميل الوصول إلى ضيعة المضيف؟ أم ضرب أحد الأصدقاء الحصان الذي ركبه المازيني بعصاً معه؟ أم حاجة المازيني إلى الشعور بالثبات على الأرض بعد ركوب الحصان؟ ضرب أحد الأصدقاء الحصان الذي ركبه المازيني ممتاز بعصاً معه السؤال السابع ورد في الفقرة الأولى ما يشير إلى احترامي الصديق للمازيني حدد العبارات الدالة على ذلك دعينا أنا وطائفة من الأصدقاء إلى قضاء يومين في ضيعة أحدهم أحسنتم صاحب الضيعة عز عليه أن يركب المازيني حمار جاءني بجواد أصيل ممتاز أقسم علي لأركبنه وقال أنا أساعدك أحسنتم ممتازين أتمنى عزيز الطالب نقل الأسئلة على الكتاب وحل السؤال السابع على الدفتر ونقل أسئلة المعجم على الكتاب يعطيكم ألف عافية الآن نستكمل عزيز الطالب في هذه الحصة التركيب والأساليب اللغوية لأنه عبارة عن مراجعة لجميع القواعد لذلك سأقوم بإلقاء بعض القواعد في هذه الحصة واستكمال القواعد الأخرى في الحصة القادمة نأتي الآن عزيز الطالب الاستذكار بعض القواعد التي تم أخذها في الأول الحصص في الصف السابع وهي عبارة عن استذكار لمعلومات أو قواعد الصف السادس وهي بمعنى المثنى وإعرابه هنا المثنى وإعرابه أنه حسب منقعهم من الجملة طالبان مرفوع بالألف لأنه مثنى طالبين منصوب ومجروب بالياء لأنه مثنى والتذكر أن نون المثنى تحرك بالكسرة لكن لا علاقة لها بالإعراب ممتاز ثانيا جمع المذكر السالم وإعرابه بأنه حسب موقعهم من الجملة معلمون مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم معلمين منصوب ومجرور بالياء لأنه جمع مذكر سالم عزيز الطالب طبعا إحنا منستذكر استذكرات هذا كله مر عليك بصف السادس وأيضا صف سابع تذكر أن نون جمع المذكر السالم مفتوحة دائما نون جمع المذكر السالم ماذا تكون ممتاز مفتوحة مع أهمية التفريق بين الواو والنون الزائتتين لجمع المذكر السالم والتي من وين وبين 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 التي من أصل الكلمة وهي ليست جمع مذكر سالم مثل شياطين يعني نميز من الأصل الكلمة ومن بين اللي مو من الأصل الكلمة مثل شياطين وزيتون هم أصل الكلمة أحرف أصلية فهنا ما بيكونوا جمع مذكر سالم أما معلمين هنا غير أصلي فهنا بتكون جمع مذكر سالم أحسنتم جمع المؤنث السالم وإعرابه حسب موقعه من الجملة معلماته مرفوع بالضمة لأنها جمع مؤنث سالم معلماته منصوب بمل كسر لأنه جمع مؤنث السالم جمع التكسير وإعرابه شمعهم من الجملة أشجاره مرفوع بالضمة لأنها جمع تكسير أشجاره منصوب بالفتحة لأنه جماع تكسير أشجاري مجروب الكسرة لأنها جمع تكسير أتمنى عزيز الطالب نقل هذه الملاحظات على دفتر القواعد من أجل الاستذكار دائما والبقاء معك واحتفاظ بها نستكمل بأن الفعل اللازم والفعل المتعدي أخذناه طبعا أيضا بالصف السالس بأنه اللازم يكتفي بفاعله مثال ينضج رحب أما المتعدي فلم يكتفي بفاعله وحتاج لمفعول به لتمام معنى الجملة استلم وجمع أمثلة وللتمييز نضيف ضمير الهاء الغائب للفعل فإن كانت إضافة مقبولة السماء فهو متعدي وإن كانت إضافة غير مقبولة فهو لازم مثال ينضجه رحبه هون مقبولة غير مقبولة إذن فهي لازم أحسنتم استلمه وجمعه مقبولة يعني المعنى ظل مثل ما هو أعطاني معنى بوجود الهاء نفس المعنى بدون وجودها ممتاز ما إذن هنا متعدي هذا اختصال للعزة والمتعدي نأتي الآن عزيز الطالب بأنه وأخواتها هم نستذكرهم بأنه إنه وأخواته عبارة عن إنه وأنا وليت ولعل ولكن وكأنه هذه إنه وأخواتها تدخل على الجملة الإسمية فتنصب المبتدى وترفع خبرها طبعا عندما تنصب المبتدى يسمى اسمها وأيضا تبقي الخبر مرفوعا ويسمى خبر إنه أو خبر لعل وهكذا إنه وأنا حرف نسخ يفيد التوكيد كأنه حرف نسخ يفيد التشبيه لكن حرف نسخ يفيد الاستدراك ليت حرف نسخ يفيد التمني لعل حرف نسخ يفيد الترجي أو التوقع هذه مهمة عزيزي الطالب نستذكر بشكل بسيط ومفصل وسريع مثال إعرابي إن السماء صافية تمام ننعرب مثال إعرابي إن السماء صافية إنه إن هنا حرف نسخ يفيد التوكيد ممتاز أو حرف توكيد ونصب كما تعودنا عزيزي الطالب السماء هنا اسم إنه منصوب على نصبه الفتحة الظاهرة على آخرة صافية خبر إن مرفوع لم ترفعه تنوين الضم الظاهرة على آخرة كان وأخواتها كان أصبح هي عبرة عن كان وأصبح وأصار وليس وأمس وضل وبقت احفظ هدول الأسماء تدخل على الجملة الإسمية فتبقي المبتدأ مرفوعا ويسمى اسمها وتنصب خبر المبتدأ ويسمى خبرها إذن هنا تعامل معاملة المبتدأ والخبر إنه بترفع المبتدأ وتنصب الخبر أما إن أخواتها العكس بتنصب اسمها وبترفع خبرها وهي أفعال ناسخة تنسخ الحكم المبتدأ والخبر وناقصة لا تحتاج فاعل مفعول به هي ما بتحتاج فاعل مفعول به لذلك سميت بناقصة وهي ناسخة لماذا؟ لأنها تنسخ حكم يعني هي حكم هاملة الحكم المبتدأ والخبر لاحب بأنه حكينا اسمها مرفوع وخبرها منصوب أيضا ما بتدل على حدث لا تدل على حدث إذن ناقص لأنها لا تحتاج إلى الفاعل ومفعول به وأيضا لأنها لا تدل على حدث مثال إعرابي ركز معي صار الطالب ومجتهدا صار فعل ماضي ناقص مبني على الفتح الظاهر على آخر إذن صار فعل ماضي ناقص لاحب أنه حكينا فعل ماضي ناقص وليس فعل ماضي لحاله لماذا ناقص؟ لأنه ما بيحتاج لا لم فعل لفاعل ولا لمفعول به الفعل الماضي لازم يحتاج فاعل مفعول به أما الفعل الناقص يكتفي بإسم وخبر ولا يحتاج إلى فاعل ومفعول به نستكمل مشتهدا خبر كان منصوبا وعلامة نصبه تنوين الفتح الظاهر على آخر أحسنتم إذن كان صار فعل ماضي ناقص وإسم اللي كان الطالب عبارة عن اسم كان مرفوع لم ترفع الضم الظاهر على آخر ومجتهدا خبر كان منصوبا للمتنصبه تنوين فتح الظاهر على آخر نأتي الآن عزيز الطالب لاستكمال الفعل الصحيح والفعل المعتل أحرف العلة ثلاث ألف والو وليا إحنا بنعرف أحرف العلة ماذا هي الألف والو واليا ممتاز هنا نرد الفعل إلى أيش إلى الماضي المجرد نرجع للفعل الماضي المجرد هنا بننظر إلى أحرف إذا كانت الفعل أصلية أم فيها تخلو من أحرف العلة أم لا إنه الأحرفها أصلية ما فيها لا حرف الوا ولا الألف ولا اليا أم أحرف فيها ألف وو واليا وتسمى أحرف العلة فإن خلط من العلة فهو يكون فعل صحيح سليم صحيح مئة بالمئة أما إذا كانت بعض أحرف الأصلية من أحرف العلة فهو فعل معتل أقسم الفعل الصحيح هي عبارة عن فعل مهموز فيه همزة ومضاعف فيه حرف مشدد وسالم يخلو من الهمزة والتضعف إذن عنا الصحيح بتكون بنقسم إلى ثلاث أقسام مهموز مضاعف وسالم الهمزة بتكون فيه همزة مهموز عن فيه همزة مضاعف بيكون حرف مشدد يعني حرف عليه شدة مثل غد تمام شد الدال أو شدد تمام سالم يخلو من الهمزة أو التضعيف أقسام الفعل أقسام الفعل المعتل طبعا هنا أقسام الفعل المعتل بتكون حسب موضع حرف العلة مثال أوله علة أما بيكون مثال أو أجوف أو ناقص أو لفيف مفروغ أو لفيف مقرون هل إذا كان مثال بيكون أوله علة يعني إذا شفت حرف فعل أول حرف علة بيكون ماذا معتل المثال مثال معتل ممتاز إذا كان وسط علة بيكون أجوف ممتاز أجوف للمعتل ممتاز إذا كان آخر حرف علة بيكون معتل ناقص أحسنتم ناقص إذا كان حرف علة غير متجاورين حرف علة بس غير متجاورين يعني بيكون اول مثلا الكلمة واخر الكلمة تمام بيكون لفيف مفروق لفيف مقرون اذا كان حرفا علا متجاورا يعني اخر حرفين بيكونوا حرف علا او اول حرفين بيكونوا حرف علا نأتي الان الى مثال فعل الصحي والفعل مثال طبعا هنأعمل تلك جاتو ولخص لكل الحكي اللي احنا حكيناها قبل صحيح سالم بتكون من صحيح سالم صحيح ماموز وصحيح ضعيف ناخد امثلة صحيح سالم مثل عملة كتب درسة صحيح ماموز نشأ اخذ سألة صحيح مضعف شدة عدة ضلة تمام نأتي الى الفعل المعتل معتل مثال مثال وقفة وصلة يابسة لاحظ اول حرف حرف علا اذا منحكي له معتل مثال معتل اجوف قال صالة شابة تمام هنا لاحظ انه حرف العلا بالنص صح اذا هنا معتل اجوف معتل ناقص مثل مشى لقى سعى لاحظ انه معتل ناقص حرف العلا اخر حرف نأتي الى معتل لفيف مفروغ معتل لفيف مفروغ حكينا انه بكون يعني الحرفان علا ولكن يوجد حرف يفرقهم او بينهم حرف اخر حرف صحيح مثال وقى وفا ولا لاحظ انه اول حرف علا اخر حرف علا ولكن بالوسط حرف عادي حرف سليم معتل لفيف مقرون لوى اوى شوى لاحظ زي ما حكينا معتل لفيف بكونوا حرفا علا متجاورين مثل اللام والواو من احرف العلا الواو والالف اعتذر واو والالف احرف علا صحيح؟ مخترين ورا بعض اجو عندنا اوى ممتاز شوى لاحظ اخر حرفين هم احرف علا ايضا من الامثل على رد الفعل الى ماضي المجرد يعيد عادة اكتب كتب القى لقى ترى رأى 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 تبتغون بغى اذا ري رأى تبتغون بغى مثال على رد الفعل الى ماضي المجرد يعيد عادة اكتب كتب القى لقى ترى رأى رأى تبتغون بغى مثل ما كنا قبل قليل للإعادة المجرد والمزيد من الاسماء والافعال وهي الطريقة لمعرفة المجرد والمزيد كالتالي واحد معرفة ان ما يلي ليس من احرف الزيادة احرف المضارعة نون الالف التاوليا وهي كلمة نأتي او أنيتو واللتاريف والضماء المتصلة وتاء التأنيث فكل ما سبق نحذفه من الكلمة ثانيا نرجع الكلمة الى حروفها الاصلية ونقارن مع ما تبقى من احرف في الكلمة فان لم يبقى الا الاصلية فالكلمة مجرد وان بقى بقى زوائد فالكلمة مزيد مثال مثال اسألك نحذف همزة المضاعفة همزة المضارعة اعتذر نحذف همزة المضارعة ونحذف الكاف هنا الضمير المتصل صح؟ سألة انو بتتقى من الكلمة ايش؟ سألة وهي حروف نفس الحروف الاصلية اللي هي السين والالف واللا اذا هنا اسألك مجرد مثال محفظته نحذف الها اللي هي الضمير المتصل تصبح محفظة حروفها الحاول فا والقض اذا محفظة ايضا مجرد هكذا نكون قد انهينا المراجعة للصف السادس نأتي الان عز الطالب لمراجعة ما اخذناه في الدرس التاني وهي المعرفة والنكرة النكرة كما قلنا عز الطالب هي اسم يدل على شيء غير معين سواء كان انسانا او حيوانا او غير مثال اقبل رجل امرأة مدينة طائرة فرجل اسم جنس اي رجل فائدة والاسم النكرة وهو الضابط فيه هو انه يقبل الف التعريف وعكس النكرة المعرفة ايضا هنا المعرفة اسم يدل على شيء معين المعرفة اذا ماذا؟ اسم يدل على شيء معين مثال سعيد مكة انت الباب وغيرها انواع المعرفة عنا الضمير والعلم واسم الاشارة والاسم الموصول المعرف بأل والمعرف بالاضافة تمام؟ امثلة هم من الضمائر ذي من اسماء الاشارة هند من العلم الذي من الاسماء الموصولة ابني معرف بالاضافة الغلام المعرف بأل هاي امثلة تختصرنا انواع المعرفة طبعا عز الطالب كما قلنا سابقا مدرس سابقا هاي القواعد حفظ غيبا اذ لم تحفظ هذه القواعد جيدا لن تستطيع الحل نأتي الى اول حالة وهي العلم في اللغة هو الشيء الظاهر البين في الاستطلاح هو الذي يعين المسمى مطلقا وايضا بتعرف اخر كل اسم بدل على مسمى بعينه او كل ما يطلق على شيء يميزه عن باقي افراد جنسه مثل محمد محمدا في الحديقة العلم يعرب حسب الصياق لاحب حط خطين تحت هذه الجملة بان العلم ماذا يعرب حسب الصياق انواع العلم المركب مركب مفرد مركب اضافة مركب تركيبا مسجيا تركيبا اسناديا مركبا مفردا مثل زينب لمياء ومحمد مركبا اضافيا مثل عبد الله وام سعيد مركبا تركيبا مسجيا مثل حضر موت وعب علبك تركيبا اسناديا تأبط شرا ايضا اقسام العلم بقسم الى اسم ولقب وكنية الكنية ما يصدر باب او ام مثل ابو حسن ابو محمد ابو علي ام محمد ام حسن ام علي اللقب هو في الغالب يدل على مدح او ذن مثل ابو بكر الصديق تمام هكذا نكون قد استوفينا العلم بشكل عام طبعا عز الطايب العلم المفرد وهو يعرب حسب الصياق من رفع او نصب اوجر مثل جاء محمد نعرب حسب الصياق جاء فعل ومحمد محمد فاعل المركب الاضافي بعرب الجزء الاول كما يقتضيه السياق والجزء الثاني مجرور بالاضافة مثل جاء عبد الله تمام بنعرب الجزء الاول بما يقتضيه السياق وجزء الثاني يعني وهو مضاف وما بعده مضاف المركب المسجي بعلبك بلدة طيبة الهواء هنا يعرب اعراب المركب المسجي اعراب الممنوع من الصرف يرفع بالضمة وينصب ويجرب الفتحة والمركب الاسنادي يبقى على حاله اي نحكيه كما هو هناك ما يسمى بالعلم المرتجل والعلم المنقول العلم المرتجل اي لم يسبق له استعمار قبل العلمية مثل سعاد وعمر المنقول هو منقول من اشياء اخرى مثل منقول من مصدر ام اسم جنس ام صفة او فعل او جملة مثل مصدر فعل فضل فضل الله واسع جنس اسد صفة حارس وسعيد فعل يزيد وجملة تقبط شرا هذه حفظ ومعلومات هنا من انواع العلم المنقول هناك ايضا علم الشخص وعلم الجنس علم الشخص وهما خصصة لأحد بعينه مثل سعيد ومحمد علم الجنس وهو ما تناول الجنس كله مثل كسرة نطلق على كل من ملك الفرس قيصر يطلق على كل من ملك الروم ام عريط العقرب ام عامر الضبع الحارس ابو الحصين او الثعلب الاخطل الهر هكذا نكون قد انهينا هذا الدرس النكرة ومراجعة اول وحدة وهي مراجعة كتاب صفي السادس سنستكمل ان شاء الله بالدرس القادم باقي الوحد المراجعة نعطيكم العافية اعزائي الطلاب